بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان تمرين شامل في مجموعة النقاط في الأعداد المركبة أنصح به شعبات العلم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي لأنه تمرين رائع وشامل قال في المستوي المركب إلى المعلم متعامد ومتجنس OEV نعتبر نقاط A, B, C, E, F وهنا كذلك A فقط لوحقها على الترتيب ZA تساوي ZB تساوي ZC تساوي وZE تساوي وZF تساوي وZH تساوي ناقص 4E قال أكتب ZA على الشكل الأسي وZE وZF على شكلهما الجبري قال عين طو واحد مجموعة النقاط M من المستوي حيث أعطي الطاولة M, E, Z, M, F, Z, M, B 96 ثم يمثلها يعني يقوم برسمها ثانيا قال 2M, E, Z, 2M, H, Z, 2M, B حذره ليس هذا مثل هذا ثم يمثلها ثالثا قال عين طو كذلك مجموعة النقاط M, E, Z, M, F, Z, M, B حذره 2M, E, Z, 2M, H, Z, 2M, B وكأنما هذه تساوي هذه ثم رابعا قال عين طو كذلك حيث M, E, Z, M, F, Z, M, B وهي هذا الجزء يسلم M, E, N, B حذره هذه الجملة لا تقبل مرجع في هذا الجزء قال خامسا عين طو واحد مجموعة النقاط حيث طاولة Z زائد جذر ثلاثة زائد E يساوي طاولة Z ناقص جذر ثلاثة ناقص زائد E ثم قال عين سادسا عين C واحد مجموعة النقاط حيث Z زائد جذر ثلاثة زائد E يساوي طاولة ماذا Z E ناقص Z B ثم قال سابعا عين C واحد مجموعة النقاط حيث طاولة Z ناقص Z اللي هو المبدأ يسوي C2 ثم قال لتكون مجموعة النقاط M ذات اللاحقة Z بحيث RZ زائد 2E يسوينا P على 6 قال تحقق أن النقطة B تنتمي إلى المجموعة هذه ثم قال عين طبيعة المجموعة ثم أنشئها ثم قال لتكون في مجموعة النقاط M من المستوي ذات اللاحقة Z حيث عطيت لنا Z تسوينا ناقص جذر 3 ناقص E زائد K حيث K عدد حق الموجب تماما في أسية EP على 6 آلف قال تحق أن النقطة O تنتمي إلى المجموعة في ثم قال عين طبيعة المجموعة في ثم أنشئها إذن لننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذن في الأول أبنائي ننطلق في السؤال قال أكتب ZA على شكله الأسي وZF على شكله الجبري لاحظوا جيدا إذن نكتب هنا كتابة ZA على الشكل الأسي لاحظوا جيدا هنا نأتي بزاد A زاد A قد أعطيت لنا أبنائي اللي هي تسوينا كم جذر ثلاثة زائد E نحن نعلم أن الشكل الأسي ماذا يسوينا يسوينا R A يعني طاولة A في زا في أسية عفوا في أسية E تيطا A هكذا حتى تتفهموا جيدا حيث R هي الطاولة R A إذن ZA اللي هي الطاولة هذا اللي هي تسمى كذلك R A تسوينا الحقيقي مربع لهو جذر ثلاثة مربع هو ثلاثة زائد تخيل مربع هو العدد المضروف في الإي ليس الإي هو واحد تحت الجيد تصبح لنا أربع اللي هي إثنان يعني جذر أربع لهو إثنان كوست ماذا كوست تيطا A يسوينا الحقيقي اللي هو جذر ثلاثة على ماذا على الطاولة سينيس كذلك تيطا A تسوينا التخيل اللي هو واحد على الطاولة وهذه لو تأتي بالحال الآن الحسيب سوف تعطيكم تيطا A إنها P على ماذا على ستة هي المعروفة بهذا إذن فماذا يمكن أن نكتب نكتب هنا إثنان في أسية E P على ماذا على ستة فقط أبنائي إذن هذه الزادة إذن نتابع جيدا إذن نكتب هنا زادة حتى نحتاجها في بقية الأسئلة إذن زادة يسوي لنا إثنان في أسية E P على ستة ونضعها في هذا الموضع حتى تكون أمورنا جد منظمة بعدما أكملنا مع هذا أبنائي كذلك يمكن أن نستنتج لاحظوا إلى زادة B أليس ألا تظهر إنها مرافقة الزاد نعم إنه مرافقه إذن مباشرة زاد بالمرافق ماذا يغير الطاولة تبقى هي هي أما الزاوية فتصبح لنا العكس يعني إذا كانت P على ستة الأخرى تصبح ناقص P على ستة مرافقها لأن المرافق أبنائي يكون إذا كان الأول هنا الأخر يكون هنا إذا كانت هذه الزاوية هي P على ستة إذن هذه زاد بشكلها ماذا؟ هذه شكلها الأسي كذلك لاحظوا نأتي بعدها أبنائي إلى الزاد أ زاد أ إذن نكتب هنا كتابة هنا العكس كتابة زاد أ وزاد أف على الشكل الجبري لاحظوا جيدا نحن نعلم أن الشكل الجبري لأي عدد مركب يكتب لنا زاد إذا سمينا هنا زاد أ لهو يسمينا إكس زائد إيجراغ إي حيث هنا إذا قلنا أ وهنا كذلك أ فماذا ينتج؟ سبح لنا زاد أ هي مكتوبة في شكل في شكل معقد يعني سبح لنا اللي هي إي في نحول الآن إلى الشكل المثلثي للمرور إلى الشكل الجبري من الأسي إلى الجبري نتحول على الشكل المثلثي سبح لنا إثنان في قوس إثنان ثلاثة عفوا إثنان بي عفوا إثنان بي على ثلاثة اللي هي مئة وعشرون درجة زائد إي في سينس إثنان بي على ثلاثة دقيقوا هنا نقطة نقطة لو نأتي الآن إلى الضائرة المثلثية هذه إثنان بي على ثلاثة اللي هي مئة وعشرون المئة وعشرون أبناء الكوس عندها كيف هو؟ إنه سالب سبح لنا زاد أ يساوينا إي في لاحظوا في إثنان ثم في ماذا؟ أو نكتب هنا بما أن الضرب عملية تبديلية مباشرة نقول إثنان إي في هذه بما أن لو تلاحظون الزاوية الشهيرة هي ها هي أمامكم اللي هي بي على ثلاثة بي على ثلاثة اللي هي ستون درجة الكوس في هذا المكان كم يكون؟ يكون سالب ناقص واحد على إثنان زائد السيونيس لاحظوا يكون في هذا الموقع يكون موجب تسبح لنا ماذا؟ جذر إي في جذر ثلاثة على إثنان فقط الآن نكمل النشر تصبح لنا زاد يساوي تذهب هذه مع هذه مع هذه وننشر هذا في هذا تصبح لنا ناقص إي وهذا في هذا الإي في الإي هو الناقص واحد تصبح لنا ناقص جذر ثلاثة مباشرة فتصبح لنا زاد ماذا؟ تصبح لنا أبنائي تصبح لنا ناقص ثلاث جذر ثلاث ناقص إي التي هي لو تلاحظون إنها نظيرة ماذا؟ بالنسبة إلى المبدأ لأن النظير بالنسبة إلى المبدأ يكون الـ X والـ Y كلهم متعاكسة إذن هذا هو الشكل الجبري لتلك النقطة يا أبنائي للاحقاتها نأتي بعد ذلك أبنائي إلى F بنفس الخطة ننتقل من الشكل من عندنا هذه معناها عطيت لنا بقاعدة ما نسميه في سنة الثانية الإحداثيات القطبية معناها هذه في الأصل مكتوبة Z ZF تساوي لنا إثنان في أسية E P على إثنان ننتقل الآن عبر الشكل المثلث إثنان في كوس P على إثنان زائد E في سنس P على إثنان للانتقال من الشكل الأسي إلى الجبري نمر على الشكل المثلثي لكن هذه معروفة كوس 90 هو صفر وهذه معروفة إنها واحد واحد في E فتصبح لنا ZF يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا إي في إثنان لأن هذا الكوس للتسعون كوس قولت تسعون ليس إن كتبت ثلاثة عذرون إثنان نعم تصبح لنا كم إثنان إي إذن هاهم يا أبنائي كل النقاط أصبحت كتبات على المطلوب هكذا فقط أما الزائد أرش تركت لهي ناقص أربعة إي تركت هكذا بشكلها الجبري فقط أبنائي نأتي هنا بعدها أبنائي لإنشاء هذه النقاط يقول أحدكم لكن لم يطلبوا مننا لكي نتعلم من خلالها على مجموعة نقاط التي تريحت تلاحظوا نأتي أولا إلى النقطة أ النقطة أبنائي هنا لو تلاحظون لو جئنا إلى شكلها الجبري الجدر ثلاثة لا يريد من أن نقوم بتعينها كقيمة قريبية فنأتي الآن ننشئها بجزء من ماذا؟ جزء من الشكل الأسي وجزء من الشكل الجبري لاحظوا نقول لإنشاء النقطة أ ونرسم دائرة مركزها أو ونس قطرها آل يسوي إثنان لهو الطاولة الثلاء زاد أحد تفهم تعالوا نرسم هذه الدائرة إذن لما نقوم برسم هذه الدائرة التي مركزها إذن تصبح هكذا أبنائي تابع جيدا هذه كيفية إنشاء العداد المركبة ثم ماذا تقول القاعدة؟ ثم نأتي الآن إلى الشكل الجبري في الشكل الجبري من هو الذي سهل هنا؟ هو الجزء التخيل لأنه واحد ونقوم أبنائي برسمي ماذا؟ خط أفقي يشمل واحد هكذا ثم نقطة التقاطع هذه يا أبنائي هي جذر ثلاثة على محور فواصل والنقطة بي كذلك نظيرتها بالنسبة إلى محور فواصل لأننا قلنا هي مرافقه إذن تصبح لنا في هذا المكان إنها النقطة آل يقول أحدكم إذن ركزوا نقطة نقطة الآن إذن هكذا هذه القيمة يا أبنائي بالضبط إنها جذر ثلاثة بالضبط مئة بالمئة كما أشير هنا بالنقطة T الحمراء إنها مضبوطة وهذه النقطة هي نظيرة بالنسبة لأنها مرافقه هذه هي النقطة B إذن لاحظوا جيدا إذن نقطة B النقطة كذلك C قلنا النقطة C لاحظوا إلى زاد C كذلك الزاد C يا أبنائي لو نحوله زاد C يصبح لنا هذا هو معروف صفر وكوس 90 هو واحد تصبح لنا E فتصبح لنا زاد C دون أن نتعب عقولنا لها ذات الإحداثية الصفر واحد إذن تكون الس في هذا الموضع فقط ثم عندنا كذلك الزاد E الزاد E لو تلاحظون جيدا هذه الزاد E ألم أقول لكم إنها نظيرة A بالنسبة إلى المبدأ نعم إنها نظيرة A بالنسبة إلى O فتصبح كذلك أبنائي يعني دون أن تعب عقولكم إنشاءات هندسية محظة إذن تصبح لنا في هذا المكان هنا النقطة A فقط يا أبنائي تبقى لنا النقطة F النقطة F إنها 2E معناها تقع في هذا الموضع على محور الترتيب لأن إحداثها 02 هل الآن أبنائي قد أنهينا مع هذه القيم يعني يمكن أن نقوم بمحي هكذا أو نترك فيها خطوط من نتركها هكذا دقيقوا معي أما الدائرة نتركها لأنها سوف نحتاجها لاحظوا ها قد الآن يا أبنائي تمت إنشاء هذه النقطة بطريقة هندسية محظة وسليمة جدا إذن لإنشاء يا أبنائي كأي نقطة في هذه الأمور نستعمل جزء من الشكل المثل الشكل الأسي اللي هو نحتاج منه نصف القطر ونعود إلى الشكل الجبري ها قد الآن قمنا بإنشاء هذه النقطة تبقى كذلك لنا النقطة أبنائي اللي هي آش التي تقع في هذا الموضع هنا لأنها لاحظوا ناقص أربعة إي إذن نكتب هنا النقطة آش هي أسفلهم كليا الآن ها قد يعني رسمت ننطلق بعدها أبنائي إلى السؤال الآخر ناتي الآن أبنائي إلى عين طو واحد مجموعة النقط آم من المستوي حيث أعطيت لنا طاولة هذه تسعين كم طاولة هذه الأشعة تسعين ستة ثم قال مثلها يعني قم بإنشاء إذن نقول هنا تعين تعين ماذا طو واحد حيث أعطينا آم من المستوي لاحظوا جيدا أبنائي انظروا إلى هذه الأشعة التي أعطيت لنا وهي طاولة هذه المجموعة الشعاعية ها هي أمامكم لو تدقق معك ما هي المعاملات التي ضربت في هذه إنها واحد 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 إذا وجدتم المعاملاتية واحد 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 اثناني 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 نقص اثنان نقص يعني متساوية فاعلموا أن هنا نتحدث بلغة مركز ثقل نقول ليكن جي هو مركز ثقل المثلث ذو الأحرف الثابتة اللي هو أ أ أ ب وبما أنه مركز ثقل يا أبنائي حفاظها فإن جي هو مرجح مركز ثقل دائما هو المرجح مرجح الجملة المثقلة ذات المعاملات لاحظوا جيدا أ واحد أعفوا أ واحد و آف واحد و ب واحد احفظوا هذه إذا كان مربع أضفوا النقطة الرابعة وأعطوها واحد تصبح لنا ماذا تصبح لنا هنا ركزوا جيدا نقطة نقطة ماذا تصبح لنا هذه العلاقة الشعاعية اعلموا بما أنه مرجح يا أبنائي فاحفظوا هذه القاعدة فإن جي أ زائد ماذا جي آف زائد ماذا زائد جي بي يساوي الشعاع المعدوم ليس الصفر هذه قاعدة المرجح أو مركز الثقل الآن ماذا ينتج لنا ندخل هنا يا أبنائي ندخل في هذا المكان وفي هذا المكان وفي هذا المكان حسب علاقتها ندخل النقطة جي فما لا يحدث تصبح لنا هكذا أم جي زائد جي او زائد أم جي زائد جي اف دقيقوا معي فقط زائد أم جي زائد جي بي فقط لاحظوا لكن تعالوا نجمع هذا مع هذا مع هذا كم نتحصل نتحصل أبنائي على ثلاثة أم جي شععيا ثم عندنا هذا زائد هذا زائد هذا يساوي ماذا؟ يساوي لنا هذه القيمة اللي هي الشعاع المعدوم إذن هذو كلهم يذهبوا إلى الشعاع المعدوم إذن فماذا يصبح؟ يتصبح لنا العلاقة تساوينا ثلاثة أم جي فقط أظن الفكرة قد وصلت معناها سوف ننزع كل هذه القيم ونكتب هنا تساوي لنا ثلاثة أم جي ثم بعدها ماذا نفعل أبنائي؟ نأتي بهذه القيمة ونضعها في هذا الموضع فماذا ينتج؟ ينتج لنا هذا الأمر ركزوا نقطة نقطة فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا ثلاثة أم جي في الطاولة هكذا تساوي لنا ستة حتى ولو كانت هنا ناقص ثلاثة لهم لأنها تشبه القيمة المطلقة الآن ماذا تقول قاعدة؟ ننزع هذه الأعمدة وهذا الشعاع والناقص كل شيء تصبح لنا ثلاثة أم جي أم جي عفوا نكتبها بخط أوضح قلت ثلاثة أم جي يساوينا ستة ومنه أم جي يساوينا ستة على ثلاثة اللي هو إثنان ركزوا جيداً يوجد لنا هنا نقطة متحركة هي أم إكس إجراج ونقطة جي هي ثابتة إذن نقول لاحظوا إذا كانت عندكم نقطة هنا جي وتخيلوا وعندنا نقطة هنا آن البعد بينهم ها هو ذكر قد هو إثنان تخيلوا هذه النقطة ألا يمكن أن تكون هنا؟ ألا يمكن أن تكون هنا؟ هذه النقطة آن هنا 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 ما هو المسار الذي ترونه صنعت هذه النقطة؟ انظروا صنعت لنا المسار اسمه دائرة التي مركزها جي والبعد بين النقطتين كم؟ هو إثنان إذن نقول ومنه ماذا؟ ومنه طو واحد طو واحد هي دائرة احفظوا هذه دائرة مركزها جي ونصف قطرها ماذا يصنع أبني؟ أر يصنع اثنان هكذا ثم بعدها ماذا تصبح؟ يبقى لنا ما هو؟ تبقى لنا إحداثيات جي إحداثيات جي أبنائنا استخرجوها بما نسميه المرجح إحداثيات مرجح فتصبح لنا زاد جي يساوي ماذا يساوي لنا؟ يساوي لنا زاد أ لاحظوا تصبح لنا زاد أ زائد زاد أف زائد زاد ب على ثلاثة لأننا قلنا مجموعة المعاملات كم يساوي؟ ثلاثة فتصبح لنا زاد جي يساوي نستعمل هنا العبارة للأشكال الجبرية زاد أ ها هي قيمته لي ناقص جذر ثلاثة ناقص أ زائد زاد أف زاد أف لهو إثنان أ زائد زاد ب زاد بها هي لي زائد جذر ثلاثة ناقص أ على ثلاثة ركزوا جيدا هذا ذهب مع هذا وعندنا هنا كم ناقص إثنان إي مع إثنان إي تصبح لنا تساوي زاد جي تساوي لنا صفر على ثلاثة لهو صفر التي هي نفسها زاد أ إذن هي دائرة الآن نغير مركزها يصبح لنا هو النقطة أو يا أبنائي إذن لاحظوا جيدا فماذا تصبح لنا هنا مجموعة النقاط نكتب هنا أم أو يساوي إثنان تصبح لنا هكذا أم أو يساوي إثنان لاحظوا ثم قال مثلها سوف نقوم بتمثيل هذه مجموعة النقاط التي نسقطها إثنان ومركز وهو المبدأ أو ها هي أبنائي عندنا المدور ونقوم برسم هذه الدائرة هكذا نتعرفكم إياها وإذا سمينا هذه مجموعة النقاط إنها طو واحد فقط يا أبنائي البعد ما بين النقطة أم والنقطة ماذا والنقطة أو تساوي إثنان ها هي إذن نصف القطر من هنا إلى هنا إنه إثنان ليس بالذر السنتيمتر إنما إثنان وحدة وحدة طول فقط يا أبنائي نأتي الآن أبنائي إلى عين طو إثنان مجموعة النقاط أم من المستوي حيث أعطيت لنا طاولة هذه الأشعة تساوي لنا كم تساوي لنا يا أبنائي إثنى عشر دقيقوا هنا جيدا هل هي تشبه الأولى لاحظوا إنها تختلف عليها انظروا إلى نفس الكتابتين هل تتشبهان لا الكثير يظن أنهم متشبهان لا الأو هي الأو لكن في الآف ظهرت أش وهنا ب هي ب إذن لاحظوا جيدا إذن سوف تكون مجموعة نقاط مختلفة على الأولى لاحظوا جيدا أبنائي ما رأيكم أن نستخرج الإثنان كعام المشترك سبحينا طاولة إثنان في آم أ زائد آم آش زائد آم ب يساوي لنا كم نغلق القوس يساوي لنا إثنى عشر حتى ولو كانت هذه القيمة بالناقس ناقس إثنان تخرج إلى هنا بإثنان لأنها مثلها كالطاولة مثلها وهي مثل القيمة المطلقة ومنه هذا العدد سوف ينزل إلى ماذا؟ إلى هنا لاحظوا جيدا هكذا بعدما نزل إلى هنا ماذا أصبحت؟ أصبحت لنا طاولة آم آ زائد آم آش زائد آم ب يساوي لنا كم ستة ما هي؟ نقول لاحظوا إلى المعاملات واحد 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 بما أنه واحد 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 نقول ليكن جي فتحة مركز ثقل المثلث من هو المثلث؟ آش ب هذا المثلث إذن أي جي فتحة هو مرجح مثل ما تحدثنا في الأول مرجح الجملة اللي هي ما هي يا أبناء؟ إذا قلنا أنه أ واحد والآش واحد لأنه مركز يقالي أخذ هنا واحد واحد والبي يأخذ كذلك معهم واحد فالآن نستخرج له ماذا؟ نستخرج له كذلك قبل أن بما أنه مرجح نقول أنه تصبح لنا جي فتحة أ كشعاع زائد ماذا؟ زائد جي فتحة آش كشعاع زائد ماذا؟ جي فتحة بي يساوي الشعاع المعدوم مثل ما تحدثنا في الأول هذه من خواص المرجح لاحظوا جيدا هنا أبنائي فتصبح لنا نأتي الآن بتلك العلاقة يا أبنائي وننطلق قبل كل شيء يمكننا هنا أن نحسب ماذا؟ إحداثيات هذا المرجح إذا قلنا زاد جي فتحة تساوي ماذا تساوي؟ تساوينا زاد زائد زاد آش زائد زاد بي على ثلاثة لأنه مركز لقل معاملات واحد 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 الزاد نحن نملك قيمهم كلهم هاهم أمامكم الزاد اللي هي ناقص جذر ثلاثة ناقص اي والزاد بي هي جذر ثلاثة ناقص اي والزاد آش هو ناقص أربعة اي على مجموع المعاملات أولا ذهب هذا مع هذا بقيت لنا هذه وهذه تصبح لنا ناقص ستة على ثلاثة تساوينا ناقص اثنان اي إذن تذكروا أن مركز تقل هذا المثلث لهو زاد جي فتحة تساوينا كم أبناء تساوينا ناقص اثنان اي يعني تقع على محور ترتيب نأتي الآن أبناء لنكمل إذن بعلاقة شال ندخل على كل واحد منهما هنا جي فتحة وهنا جي فتحة وهنا جي فتحة فصبحنا م جي فتحة زائد جي فتحة زائد ماذا زائد م جي فتحة زائد جي فتحة عش زائد م جي فتحة زائد جي فتحة ب يساوي لا نقول يساوي ستة لا يا أبناء احذروا لو قلنا يساوي ستة لو وضعنا هنا رمز الطاويلة نقول يساوينا ستة هكذا تابعوا جيدا بعدها ماذا ينتج أنه هذا مع هذا مع هذا نتحصل على ثلاثة AMG فتحة أما البقية هذا مع هذا مع هذا الأشياء قلنا أنها تذهب إلى الشعاع المعدوم لأنه مركز تقل فتصبح لنا هكذا الطاولة تصبح لنا ثلاثة AMG فتحة كطاولة يساوي لنا ستة ومنه AMG فتحة يساوي لنا ستة على ثلاثة هي اثنان ما هي هذه مجموعة كنقطة يا ابني انظروا يوجد نقطة ثابتة ويوجد لنا نصف قطرها ويوجد النقطة متحركة مثل الأولى إذا قلنا هنا جي فتحة كنقطة هذا البعد هو اثنان يوجد لنا تلك النقطة يمكن أن تصنع لنا المسار هذا ما هو هذا المسار إنها نقول ومنه طو اثنان هي دائرة مركزها من هو هو جي فتحة اللي هو مركز تقل ونس قطرها اير فتحة إذا سميناها اللي هو اثنان فقط يا ابني وتعالوا الآن ثم قال لأن عندنا السؤال ومثلها نأتي الآن بتمثيلها يا ابني لاحظوا جيدا ها هو عندنا ركزوا ناقص اثنان اي ناقص اثنان اي سوف تكون أكيد دقيقوا معي هنا نقطة نقطة أبني ولا تتعجل فيما يخص هذه الأشياء لاحظوا نترك عفوا قلت نترك المدور في هذا المكان النقطة جي فتحة ها هي إنها جي فتحة لاحظوا عندنا قلنا جي فتحة هي مركز هذا المثلث من هو المثلث الذي هو هذا ها هو أمامك هو او فتحة او 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 بي نأتي بالمدور يا ابنائي ونضعه في هذه النقطة هنا ونقوم الآن بهكذا ونأتي بعملية الرسمة فقط انظروا ها هي أمامك فقط هذه هي المجموعة اثنان فقط يا ابنائي لاحظتم حيث هذا هو مركز ثقل مركز ثقل هو ها هو أمامك تقاطع المتوسطات ها هي انظروا فقط نأتي بعدها إلى ثالثا قال عين دالط مجموعة النقط ام من المستوي حيث ركزوا جيدا إذن نكتب هنا تعين كذلك تعين دالط حيث انظروا جيدا إلى هذه طاولة تساوي طاولة لكن انتبهوا جيدا إلى كل واحدة منهم قد درست أليس هذه هي المجموعة الأولى الذي قلنا أنه هو مرجحها مرجح هذه الجملة وهذه من هو الج فتح مرجحها لاحظوا جيدا يعني لم أفعل شيء فماذا نتحدث هذه لما قمنا بعملات الجملة كم توصلنا توصلنا إلى ثلاثة ام او ام او وجدناها كم تساوي أبنائي وجدناها تساوي لنا ثلاثة ام ج فتح فقط يعني دون أن تتعبوا هقولكم لأنها قد درست من قبل بما أنها طاولة فيذهب كل شيء صبح لنا ثلاثة ام او يساوي لنا ثلاثة ام ج فتح تذهب بالثلاثة أو إذا انتقلت هذه الثلاثة تنتقل إلى هنا وتحذف من هذا المكان فماذا يحدث أن هذا يذهب مع هذا فتصبح لنا ام او يساوي لنا ماذا يساوي لنا ام ج فتح ام او يساوي لنا ام ج فتح يا ترى ما هي دقيقوا هنا سوف أريكم إياها في الشكل لتلاحظونها بأم أعينكم ام او يساوي لنا ام ج فتح أرى أن انظروا إلى هذه القضاء ام تخيلوا هنا نعم هذا الطول ام او يساوي لنا ام جي فتح نعم صحيح تخيلوا مثلا لو جاءت هذه النقطة واخذت هذا المسار كليا هذا المسار كما أشير هنا هكذا أليس صحيح انظروا سوف أعطيكم النقطة ام وأحركها أمامكم وانظروا إليها ها هي ام يا أبنائي انظروا انظروا ها هي ام إذا جاءت هنا أليس هذه المسافة من هنا إلى هنا متساويتان نعم إذن لو جاءتنا مثلا هنا نعم لو جاءتنا هنا معا لو جاءتنا إلى هنا نعم إذن ما هي إذن نقول طو ثلاثة أو دالتا ذكر هنا دالتا ليس طو إذن نقول دالتا هو مستقيم محوري للقطعة ما هي القطعة أبنائي ركزوا القطعة اللي هي هذه القطعة ذات الأحرف الثابتة هذه القطعة ذات الأحرف الثابتين اللي هي أو ج فتحة وهنا نلاحظ حتى لو نبحث عن معادلته هي يسينا ناقص واحد لأنها هو يمر لهو المستقيم الأفقي يسينا ناقص وفي هذه الحالة ظهر معادلته يسينا ناقص واحد فقط يا أبنائي لاحظتم؟ يعني الأمر جد جد بسيط يقول أحدكم يا أستاذ وإذا كانت هنا إثنان ليس متساوي لا لو كانت هنا إثنان يا أبنائي سوف تصبح مجموعة النقاط هي ضائرة لكن بعد الحساب سوف تظهر لكم أكيد مئة بالمئة إنها ضائرة أما لما تكون هنا واحد وهنا واحد يعني متساوية المعاملات فاعلموا أنه مستقيم محواري أما إذا كنتم في الهندسة فذي يقولوا مستوي محواري القطعة أو ج فتحة فقط أبنائي نأتي الآن لو تلاحظوا أولا نقول تعيين ضالط مجموعة النقاط لاحظوا إلى هذه ألم ندرسها أننا قلنا أنه أو درسناها في الأول أو مرجح تلك الجملة أما هذه فإنها لا تقبل مرجح لاحظوا لأن المعامل هنا واحد والمعامل هنا ناقص واحد إذن واحد ناقص واحد لا يمكن أن نقول عليه إذن ماذا تصبح لنا الأولى اللي هي آم آم أ زائد آم آف زائد آم ب تصبح تساوي لنا كم أبناء تصبح لنا ثلاثة آم أو تحدثنا على هذا الأمر بعدها عملية الاختزال التي تحدث أن الأشعال الأخرى تذهب إلى الشعال معدون نأتي أبناء إلى الشعال الآخر اللي هو آم آم ناقص ماذا ناقص آم بما أن الجملة هذه تقبل مرجح علينا أن نتخلص من الآم تقول القاعدة إذا كانت الجملة لا تقبل مرجح هذا الآم لا يبقى لنا نصيب بين هذه الأشياء ما رأيكم أبناء لو نغير ترتيب هذا الشعاع إذا تصبح لنا ناقص آم دقيقوا معي ناقص آم بي يقول أحدكم لماذا سوف تلاحظ لماذا سوف نستخدم ناقص عن مشترك فتصبح لنا آم زائد آم بي لأستغل علاقة شال فقط نهاية الأول بداية الثانية فإن الشعاع يصبح لنا آم بي وهنا يمكن أن نغير كذلك آم بي لأن إذا غيرنا ترتيب الأحرف نغير الإشارة فماذا ينتج لنا يا أبناء سبح لنا ثلاثة آم أو سلمي ماذا سلمي آم بي كشعاع يساوي الصفر يعني سلمي سلمي مثلا فيه الثلاثة مستحيل تساوي الصفر من هو الذي يساوي صفر ذلك اللي هو آم أو سلمي آم بي يساوي الصفر ما هي هذه مجموعة النقطة الأبناء التي تجعل لنا هذه العلاقة آم أو يساوينا آم بي لو كنا في الهندسة الفضائية لو قلنا إنه مستوي الذي يشمل هذه النقطة الثابتة وآ بي شعاع ناظم له لكن نحن في المستوي لسنا في الهندسة الفضائية تعالوا نذهب إلى الشكل وسوف أريكم بأم عينكم ما هو هذا الشكل هذا الشكل لاحظوا آم إذن عندنا النقطة أو ها هي بداية المعلة قال او بي او بي عمودي عليه ما هو شعاع الأو بي ها هو او بي او بي ها هو شعاع العمودي أين يمكن أن تكون تلك النقطة لاحظوا النقطة آم تخيل لو كانت مثلا في هذا الموضع لاحظوا إلى هذا الشعاع آم أو أولا أو آم لا يهم إذا قلنا ها هي النقطة آم في هذا الموضع لو قلنا إلى هذا الشعاع وأكمل سيره نعم إن بينهما 90 درجة معناه ما هو المسار الذي يمكن أن تصنعه هذه النقطة آم أنا ألاحظ أن المسار الذي يمكن أن تتخذ هذه النقطة آم إذا جئنا أولا الشعاع آم بي ها هو أم عموكم فإن النقطة يمكن أن تتخذ هذا المسار ودققوا وخو أي مكان من هذه نحن نقولنا أن النقطة ها هي والنقطة هذا هذا الشعاع دائما عمودي على هذا إذا جاءت مثلا في هذا الموضع هذا الشعاع عمودي ها هنا كذلك إذا نقول دالتا هو مستقيم يشمل ماذا يشمل أو وأو بي شعاع ناظمي له عليكم أن تعلموا أن المستقيم كذلك له شعاع ناظمي مثل المستوي إذن نقول دالتا مستقيم يشمل الأو لهو النقطة الثابتة هذه وأو بي شعاع ناظمي له لو كنا في الفضاء لقلنا هو مستوي يشمل أو وأو بي شعاع ناظمي له فقط يا أبنائي وينظهر هنا أنه هو ماذا هو إكس يساوي السيفر لأنه محور التراتيب إذن دالتا هذا هو دالتا هو محور التراتيب في هذه الحالة الاستثنائية فقط لأنه يقول أحدكم يا أستاذ وإذا جاءت النقطة آم هنا يصبح متوازيان الشعاع الأحمر مع الشعاع الأسود لو جاءت هنا لا يوجد لهم جدء سلمي مهما كان آم هذه هنا يوجد لهم بزاوية بينهما إذن لا يعطينا الجدء السلمي السيفر إلا هذه الحالة التي ذكرتها هنا فقط يا أبنائي نأتي بعدها أبنائي كذلك إلى مجموعة النقطة الأخرى خامسة قال عين دالتا واحد إذن نكتب هنا تعين ماذا؟ دالتا واحد حيث أعطيت لنا دقيقوا إلى هذه الطاولة وانتبهوا لها جيدا لاحظوا الطاولة تساوي الطاولة إلا أن علينا أن نكون حدقي البصرة يعني ننظر بأعين جيدا لو تلاحظون إلى هذه الكتبة أليس هي زاد ونستخرج ناقص من عندي هذا ومن عندي هذا لأن الزائد في أصله دائما هو ناقص في ناقص ناقص جذر ثلاثة ناقص واحد لاحظوا جيدا هكذا طاولة تساوي لنا زاد نستخرج كذلك ناقص بإحلالنا جذر ثلاثة ناقص أعيد النشر حتى تلاحظوا جيدا لأن نحن نعلم أن الطاولة تكتب زاد مثلا ناقص زاد بي ليس زائد إذن هنا كذلك مكتوب زاد أم لأن هذه في الأصل هي أم لأن دائما أم هي صورة ها هي انظروا دائما يقال زاد لاحقة أم هذه ما هي يا أبنائي ألا تلاحظون أن هي طاولة زاد أم ناقص انظروا زاد أ إنها نفسها ناقص زاد أ يساوي لنا زاد أم ناقص انظروا إلى هذه أليس هي البي نعم ناقص زاد بي يساوي إذن هذه ما هي إنها أم يساوي لنا بي أم المعاملات هنا كم المعاملات واحد واحد إذن بما أن معاملات واحد واحد ويوجد الآن في الجهة والأخرى في الجهة إذن ماذا يمكن أن نقول انظروا جيدا سوف نذهب إلى الشكل وانظروا بأم عينكم ما هو الشكل الذي يعطى لنا ها هي أمامكم لاحظوا جيدا أ بي تعالوا نذهب إلى أ بي ها هي أ بي انظروا الآن أين يمكن أن تكون حتى تكون الأمور نفسها إذا جاءت النقطة مثلا الآن في هذا الموضع ألا تلاحظون أن هذا الطول وهذا الطول متساويا نعم إنها تصنع أكيد هذا المحور جربوا إنها تصنع كل هذا المحور يا أبنائي إذن ماذا يمكننا أن نقول نقول ومنه ضلطة واحد هو مستقيم محوري للقطعة ذات الأحرف الثابتة اللي هي أ بي فقط يا أبنائي لاحظتم الأمر جد جد بسيط بعدما أنهينا مع هذا الجزء الأول نأتي كذلك إلى الجزء الثاني تعالوا ها هو الجزء الثاني وندقك كذلك بنفس الخطة التي دقنا في الأول إذن نكتب هنا تعيين هذا إذا سميناه سي أو إبسيلون أو أي حاجة مجموعة النقطة أمن المستوي حيث أعطيت لنا هذه القاعدة ونكون دائما حذق النظر هكذا أرى أنها نفسها مثل هذه إنها زاد أ ناقص ماذا زاد أ تساوي لنا الطول بي أو نكتبها هكذا مباشرة بي أ عفوا بي أ النهاية ناقص البداية ماذا تصبح لنا تصبح لنا هنا أ أ أ يساوي لنا بي أ في المثال الأول يا أبنائي وجدنا هكذا وجدنا أ أ تساوي لنا بي أ أما في هذه الحالة ماذا وجدنا انظروا إلى هذا هذه قيمة ثابتة ليس مثل هذه قيمة تتغير إذن ماذا يمكن أن نحكم على هذه يا أبنائي انظروا نأتي الآن إلى الشكل كذلك يوجد هنا نقطة واحدة تتغير إنها النقطة آم هذا ما هو إنه البيئة ركزوا جيدا معي إذن قلنا أنه هذا كيف هو ثابت يعني يمكن أن نسميه آر فماذا نصبح تصبح لنا هكذا آم يساوي لنا آر حيث هذا آر طول قيمة المجابة تماما إذن ماذا يمكن أن نقول لاحظوا جيدا البعد ما بين البعد ما بين آم يساوي لنا ثابت لو تأتي الآن إلى هذا المدور ونقوم بالدورة لاحظوا آم 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 هذه المسار الأحمر هو للنقطة آم يساوي ماذا؟ يساوي لنا آم بي ما هو المسار الذي صنعت؟ نقول بكل بساطة ومنه هذا السي أو ما يسمينه أو إبسيلون هو دائرة مركزها النقطة الثابتة أ ونس قطرها آر أو آر فتحة يساوي بي أ فقط يا أبنائي كذلك نأتي الآن بعدما أنهينا مع هذه مجموعة النقط الأولى نأتي كذلك أبنائي إلى مجموعة النقط الثانية انتبهوا معي ها هي لاحظوا ليه الحالة الثالثة قال عين كذلك نفس ذلك مجموعة النقط ركزوا جيد هذه كيف تقرأ؟ تقرأ أليس هي البعد ما بين هذه دائما تقرأ آم إنها أو آم يساوي إثنان مثلها مثل الحالة التي سبقت إذن يا أبنائي انظر أليس البعد ما بين أو وآم يساوي إثنان إذن بما أن هذا البعد قيمة ثابتة أليس مجموعة النقط يمكن أن نقول عليها مباشرة لاحظوا البعد ما بين أو وآم هي التي تصنع المسار الأحمر ما هي مجموعة النقط في رأيكم والبعد ما بينهم إنه إثنان من الوحدة يعني إثنان سنتيمة إذا فرضنا أنه سنتيمة إذن نقول ومنه سي إثنان هي ضائرة مركزها من مركزها ونس قطرها آر يساوي إثنان التي رسمت في الأول لما رسمنا هذه النقط فقط يعني أعطي أبنائي بعدها إلى الجزء الثامق لتكون مجموعة النقط آم ذات اللاحقة زاد حيث آرق زاد زاد إثنان إي يساوي بي على ستة وهي ثلاثون درجة السؤال أو قال تحقق أن بي تنتمي إلى المجموعة إذن نكتب هنا التحقق أن بي تنتمي إلى هذه المجموعة فقط معناه هنا دون نتعب عقولنا نأتي لحساب آرق بين هذا العددين نجدها يا أبنائي بي على ستة إن لم نجد بي على ستة فنحن مخطئون فتصبح لنا آرق ماذا زاد بي نعوذ هنا البي سبح لنا زاد لاحظوا زاد بي زائد إثنان إي يساوي دقيقوا سبح لنا آرق الزاد بي ها هي قيمتها اللي هي جذر ثلاثة ناقص إي زائد إثنان إي يساوي تساوي لنا آرق ماذا أبنائي اللي هو جذر ثلاثة زائد إي نأتي الآن أبنائي اللي نحسب طاولة هذا العدد اللي هو جذر ثلاثة زائد إي كم تساوي تساوي إثنان الكوس لتيطة لهذا العدد المركب اللي هي الحقيقي على الطاولة والسينس كذلك اللي هو التخيلي على الطاولة على الطاولة إذن ما هي الزاوية التي عندها هذا الأمر إلا بي على ستة إذن أعطت لنا بي على ستة هل وصلنا إلى بي على ستة نعم إذن نقول ومن هو بي تنتمي إلى المجموعة الآن ثم قال عين طبيعة المجموعة ثم أنشئها ركزوا جيدا قبل أن لهذه علينا أن نفسر هذه الكتابة لاحظوا جيدا وانتبهوا جيدا لاحظوا إلى أرق زاد ناقص ناقص إثناني إلي استخرجت الناقص كعام مشترك تساوي لنا بي على ستة هذه أليس هي أرق زاد ناقص زاد ج فتحة يقول أحدكم لماذا؟ لأننا انظروا إلى الزاد ج فتحة التي وجدناها في الأول مركز ثق المثلث التي تحدثنا عليه تساوي لنا كم؟ تساوي لنا بي على ستة ما المقصود بهذا الأمر؟ أن هذه تدرس الزاوية الموجهة ما بين شعال وحدة وي وهذه اسمها دائما آم و ج فتحة آم تساوي أبناء بي على ستة كم تساوي؟ بي على ستة هذه تقرأ الزاوية الموجهة ما بين شعاع الوحدة وج فتحة آم يساوي لنا بي على ستة تعالوا نذهب إلى الشكل لأريكم ذلك بأم أعينكم إذا جئنا إلى شعاع الوحدة ها هو شعاع الوحدة إنه وإذا جئنا إلى ها هي النقطة ج فتحة التي قلناها تساوينا ناقص إثناني إ هذه هي النقطة ج فتحة قال الزاوية المحصورة ما بين و إذا قلنا بما أن هنا حتى تفهموا يوجد ما نسمي نحن الانسحابات عليكم أن تعلموا أن يله الحق أن يتحول إلى هذا المكان عادي بقاعدة الانسحاب ركزوا جيدا وعندنا أبنائي الشعاع اللي هو هذا ها هي انظروا انظروا ما هي هذه مجموعة النقطة وركزوا معي أرجوكم سوف أوريها لكم بلون أخضر قال الزاوية المحصورة ما بين و والشعاع ج فتحة أم كم تساوي أبنائي تساوي إنا ثلاثون درجة ها هي الثلاثون يعني بالتقريب إذا جئنا وقلنا إنها الثلاثون في رأيكم يا أبنائي دققوا أرجوكم من أبنائي احتى تفهموا إلى هذه مجموعة النقطة هل هي مستقيم النقطة بقلنا أنه يشملها إذن النقطة بهذا يشملها ذلك هل هذا نصف مستقيم أم مستقيم يقول أحدكم يا أستاذ وإذا أكملناها كذا لو تلاحظوا أبنائي الزاوية من هنا إلى هنا قلناها كم إنها بي على ستة لها ثلاثون درجة أما إذا أضفنا من هنا إلى هنا كم تصبح الزاوية تصبحنا بي على ستة زائد بي وهل هو نفسه لا إذن ما هي مجموعة النقط أبنائي مجموعة النقط في هذه الحالة نقول مجموعة النقط أبنائي هي نصف المستقيم ما هو المستقيم لهو جي فتح به هكذا أبنائي ركزوا جيدا نصف إذن تقول القاعدة هكذا حتى تفهموا جيدا باستثناء ماذا النقط التي بدايته باستثناء النقط جي فتح احتراما لأن جي فتح لو كانت هنا جي فتح مع جي فتح هنا الآن تصبح لنا الصفر والشعر المعدوم لا يوجد له أصلا عمد عمدته غير موجودة حتى تفهموا جيدا إذن باستثناء النقط كم أبنائي باستثناء النقط جي الذي ويميل بزاوية مع ماذا مع الشعاع بزاوية كم قدرها بي على ستة وها هو قد أظهرت لكم يا أبنائي هذه مجموعة النقط أما إذا جاء هكذا وأضفنا فتصبح لنا الزاوية تكبر جدا لها بي بي زائد بي على ستة لها سبعة بي على ستة وهو لم يقل سبعة بي على ستة وقال بي على ستة وسكت فقط نأتي أبنائي إلى الجزء التاسع حيث ماذا قال في الجزء التاسع قال لتكن في مجموعة النقط أمنة المستويذات اللاحقة زاد حيث زاد تصني ناقص جدا ثلاثة ناقص إزائد كا حيث كعدد حق موجب تماما في أسية إي بي على ستة قال تحقق أن النقطة أو تنتمي إلى المجموعة في إذن نكتب هنا التحقق أن ماذا أو تنتمي إلى في أولا سوف نأتي بهذه الكتابة ونترجمها كي نجيب على هذا السؤال لاحظوا ما رأيكم أبنائي لو تدققوا إلى هذه اللاحقة إنها لاحقة النقطة يعني هذه الكتابة مكتوبة على شكل مثل زاد يساوي زاد زاد كا في أسية إي بي على ستة لم أفعل شيء أنقل هذا إلى هنا فتصبح لنا ماذا تصبح لنا زاد أو زاد زاد ناقص زاد يساوينا كا في أسية إي بي على ستة دقيقوا معي فقط ركزوا أرجوكم إذا جئنا إلى هذه قلنا نقطة ام إذا جئنا إلى ام كطاولة كم تساوينا تساوينا لهذا العدد الذي هو كم الذي هو كا لكن هذا غير معروف وهذه النقطة غير معروفة إذن هذه لا تجدي نفعا حيث كا قلنا عدد موجب تماما يعني يختلف عن الصفر وكذلك موجب وعندنا أرج كذلك أرج هذا العدد اللي هو زاد ام ناقص زاد ا يساوينا كم يساوينا الزاوية الثابتة إذن الزاوية الثابتة اللي هي في على ستة الآن حتى يا أبنائي تكون هذه او تنتمي معناه سوف نأتي ونضع هنا زاد او ونبحث عن الزاوية إذا وجدناها بعلى ستة فنحن على صواب إذا لم نجدها فيكون جوابنا خاطئ فتصبح لنا ماذا تصبح لنا ارغ ماذا الزاد او معروف إنه صفر ناقص ماذا زاد او ها هي أمامكم معناها تعكس كل الإشارة تصبح لنا جذر ثلاثة زائد اي تساوينا ماذا تساوينا ارغ جذر ثلاثة عفوا قلت ارغ جذر ثلاثة زائد اي يريد لماذا لا تجعلها تساوينا بعلى ستة نريد أن نتأكد إذا وجدنا الزاوية المحصورة أنها تساوينا بعلى ستة فنحن على صواب قلنا أنه كوس هذا العدد لهو الطاولة كم حسبت إنها اثنان وجذر ثلاثة والسنس كذلك نفس الطريقة ابنائي اللي هو واحد على اثنان التيطة هذه ما هي إلا لبي على ستة هل وجدناها نعم إنها زاوية إنها بي على ستة نقول ومنه ماذا ومنه او تنتمي إلى هذه الفي الآن بعدما وجدنا هذه او تنتمي يا ابنائي دقيقوا الآن أراد مننا أن نقوم بتعيين طبيعة مجموعة النقط هذه لاحظوا جيدا أنا قلت يا ابنائي أن هذا عدد حقيقي موجب نحن نعلم أن العداد الحقيقي من ناقص مال نهاية إلى زين انظروا يعني نقطة نقطة إذا قلنا أنه من ناقص مال نهاية إلى غير زين ما هذه العداد الحقيقي لكن هو أراد مننا اختار جزء فقط لأن الطاولة والطاولة يتكون قيمة مجابة هل هذا مستقيم الذي صنعته باللون الأخضر لا إنه نصف مستقيم إذن ما هي مجموعة النقط إذن هكذا سوف أريد في الترجم إذن تصبح عنا ز ناقص ز تساول ناقص بي على ستة هذه كيف تترجم تترجم الزاوية الموجهة ما بين شعال وحدة وماذا و أو لأن تنتمي إليه تساول بي على ستة ما هي هذه يا ابنائي انظروا سوف نأتي الآن إلى الشكل أمامكم ها هي النقطة لاحظوا قال الشعاع الوحدة سوف نحوله إلى هذا المكان لأنه مجرد انسحابات قال الزاوية الموجهة كم الزاوية سنقلنا بي على ستة فنأتي إلى هنا ها هي نركز صفر بي على ستة اللي هي الثلاثون درجة ونقوم أبنائي بي نرسم خط من هنا عفوا نرسم خط من هنا ويعبر على النقطة ويكمل مسيرة ما هي هذه مجموعة النقطة لو تدقق قلنا هنا مجموعة النقطة في هذه الحالة إنها نصف مستقيم كذلك هنا أبنائي إنها نصف مستقيم نقول ومنه في ماذا يمكن أن نقول عليها هي نصف مستقيم يشمل ماذا مبدأه عفوا مبدأه مبدأه ويشمل ماذا ويشمل ويميل أو يصنع يميل بزاوية مع شعاع الوحدة قدرها كم أبنائي قدرها بي على ستة إذن لا يوجد لنا هنا كم يعتقد البعض يقول نصف مستقيم مستقيم لا إنها نصف مستقيم لأن لو مستقيم لجأت من هنا كذلك وهل هذه الزاوية ما بين شعاع الوحدة هذا وهذه إنها بي على ستة لا إذن إنها نصف مستقيم باستثناء ماذا دائما استثناء باستثناء المبدأ مبدأه باستثناء النقطة ليس الأو إنما النقطة أ يقول أحدكم لكن لماذا قلت دائما أنه أعرق زاد أم ناقص زاد أ تخيلوا الآن هي ماذا يستثني تصبح لنا تصبح لنا صفر أصلا غير موجودة لماذا لأن جزءه الحقيقي هو صفر وطاولته صفر وهذه حالة عدم التعيين لهذا نقول نسم مستقيم مفتوح إذن تصبح لنا هذا الجزء سوف نقوم بمحيه فقط يا أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي العزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن وجدتم خطف فعذن فالكمال لله كما أرجو منكم أبنائي أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك وهي صفحة الأستاذ نرد ليصلكم جديدا باستمرار وثقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته